الحديث أكثر في هذا الموضوع تحديداً نقد الفني الموسيقي والسينمائي نسعب أن ينضم إلينا لإثراء هذا نقاش ناقد الفني خالد محمود أهلا بك أستاذ خالد معنا في ضفافه على شاشة العربي إثنان عندما تحدث عن دور الناقد بداية أهلا بك أهلا بك عندما تحدث عن دور الناقد الذي كان له مكانة بارزة في زمن مضى الآن هناك تراجع في هذا الدور أم يمكن القاول أنه اختفى ربما في الحقيقة أنا سعدت جداً بالتساؤلات التي ترحها التأرير التي تأل في البداية دي مسألة جدلية ستظل قائمة يمكن من عام 1900 الناقد دائماً في حالة جدلية مع المنتج الإبداعي وكسرين لا يتفقوا مع الأراء وكسرين يتفقوا لكن هو بيمثل حالة تنورية وإبداعية وواسيط حقيقي وواقعي بين الصناعة والإبداع والجمهور المسألة ستظل شائكة مع اختلاف المذاهب والاتجاهات ما بين ناقد مسقف وناقد انطباعي وناقد بيقول ما يشعر به وما يحسه وبعدين احنا بنتعامل مع فنون تجارية يعني انت بقيت في العصر الحديث عامل حساب النداء صناعة وفي شباك تذاكر وفي قلق لدى الصناعة من أراء سلبية على الأعمال لكن في النهاية النقد وليد عصره والنقد نهضته بتنهض مع نهضة المنتج الفني نفسه يعني اذا كان الحالة الفنية حالة سرية قطعا بنلاقي النقد هو كمان ماشي في حالة الصراء هذه لانه بيطلع أفكار وأسليب وأطروحات نعم نعم لكن استاذ خالد دعني اعود بك للسؤال الذي طرحته فيما يتعلق بدور النقاد فيما مضى كان هناك الجلسات التي يقدم فيها الأعمال للنقاد بحيث أن رأيهم هو فاصل في الموضوع الآن ما بين الجدلية ما بين رأي النقاد والجمهور نتحدث عن العروض السينمائية التي تسبق العروض للجمهور يعني قبل العرض الأول كانت للنقاد بوسي خلينا نعترف أنه العصر اتغير فعلا في البداية كان المنتجين والفنانين حارسين على الاستعانة بنقاد زي مجلس شورى صغير بيحضروا العرض الأول أو ما قبل العرض الأول في عرض خاص ويقولوا انتبعاتهم وأراهم عن الفيلم وأنا شايف أن مثل هذه الحالة ضد مصداقية النقض نفسه لأنه يعني أنا واحد من الناس اللي لازم يروح يطع تذكرة ويخش العرض سواء كان سينمائي أو موسيقي ويتعامل معه بعقليته وإحساسه ومشاعره ومفرداته حضور العرض الخاص في العاصر الحديث عذرا على المقاطعة كلامك هذا يحيلنا أنت قلت مجلس شورى مصغر يعني فيما سبق كانت العرض العرض ما قبل الأول للنقاد والصحافة أما الآن هذا مجلس الشورى توسع وأصبح على السوشيال ميديا مفتوح عبر المنصات دمقرطت هذا الفضاء الكل أصبح ناقد ولكن هل يستند إلى أسس أم للدوق برأيك ما تفسيرك أستاذ خالد محمود لا يستند إلى أسس في الحالة أنت تتطرق لقضية مهمة جدا السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر تحول لساحة للنقض كل واحد بيقول انتباعاته وأراءه على فكرة ده أحيانا بيبقى ليه أراء سلبية على العمل وأحيانا إيجابية ويلهس وراءه جيل من الأجيال اللي هي بتتأثر بالسوشيال ميديا ده أراء وانتباعات غير خضعة لدراسة حقيقية لمسألة النقض يعني اللي بيقول انتباعاته على الفيسبوك فعصر ما عادش فيه صفحات متخصصة في الجرائد ولا المجلات زي عصور سابقة أقصت صفحات متخصصة للنقض السينمائي اللي هي اتولدت معها أسماء كبيرة جدا النهاردة أصبحت السوشيال ميديا مجال واسع للأراء والأهواء دون الدراسة يعني مش هتلاقي على سوشيال ميديا رأي متخصص في الصورة والأداء والجكور وأهمية الموسيقى التصورية وإيه هي الفكرة المطروحة وهل قدر المخرج يوصلها الجمهورة لا لا وقيمة هذا العمل فكريا والانتباعات حوارين الزروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللي بتحيط بهذا العمل يعني مثلا في فترة 2008 أيام الأزمة العالمية والاقتصاد الأمريكي وطلعت مجموعة من الأعمال الراخت للمرحلة ما كانش لازم أن انت تقدر تنقض هذه الأفلام بدون الرجوع لما يحدث في المجتمع من متغيرات اقتصادية وسياسية أعتقد أن الانتباعات اللي بتقال على السوشيال ميديا انتباعات غير جادة مجرد تعبير ذاتي وتعبير نفسي وتعبير ربما يكون إنساني عن إحساس ما يهون الكتابة النقدية على السوشيال ميديا لكن نعم وفي هذه النقطة تحديدا أستاذ خالد في هذه النقطة تحديدا هذا يقودنا إلى الفرق ما بين الناقد المحترف الذي يبني نقده على معايير وأدوات منهجية وبين الإعلاميين والنقاد الهواء الذين كما ذكرت ربما يكونون متواجدون على منصات التواصل الاجتماعي حضرتك بتكلمي برضو دي نقطة مهمة قوي الناقد المتخصص تاه في الزحمة وسائل الإعلام مع تقليص الصفحات الفنية المتخصصة والمسج بين العمل الصحفي والإعلامي والعمل النقدي أصبح هناك صحافة نقضية بترصد انطباعات وبترصد حسيس ومشاعر دون الغوص في مسائل نقضية بحتة وهنا فقدنا مع الوقت عنصر الاستنارة إزاي أنا أفتح الطريق لأنير للمشاهد أو للقارئ ملامح هذا العمل وكيف يفكر المخرج وهل هذه القصة مرتبطة بقصص أخرى هل هي معصر الأجواء إلى أي مدى تطور هذا المخرج عن أعماله السابقة في عصور السابقة كان الناقد بيؤرخ وبيطالب وبينادي بتطوير العمل الفني وكل الإشكاليات اللي كان بيضحها سواء من منتاج أو ديكور أو تصوير أو حتى السيناريو أو الحوار أو أداء الممثلين كان الهدف منها هو الوصول لمرحلة أسمى في العمل الإبداعي ولذلك المخرجين الوعين لدور النقض عفوا استفادوا من هذه النقطة واعتقد أن فيه كتاب سيناريو ومخرجين انطلقوا لمراحل أسمى تبقى لأراء النقاد وإلى آخره إنما طبعا المسألة دلوقتي أصبحت انطبعات إنسانية عن العمل تأثر بقصة وحكي القصة دون رصد مفردات حققية إلا نادرا ولكن كلامك هذا عدرا على المقاطعة أستاذ خالد عدرا على المقاطعة كلامك هذا أنت قلت بالحرف الواحد الناقد ته في الزحمة هل يمكن أن يكون القادم أحلى وأحسن للناقد في الوطن العربي برأيك بص أزمة النقد مستمرة بقالها سنين طويلة وكل سنة بشاع هذا الموضوع إنه النقد في أزمة ولكن أنا رأيي إنه إنه كل مرة يخش في أزمة بيتخطاها ودايما زي ما قلت لحضرتك النقد وليد عصره ومفردات عصره ووليد الأجواء المحيطة حواليه أعتقد أنه ممكن يتلاشى مع الوقت مع النقد المتخصص اللي هو بيتعامل مع المفردات الفنية البحتة هيتلاشى مع الوقت وهيتقلص مع التساع دائرة الإنترنت والسوشيال ميديا والنقد المحيط هناك إصدارات متخصصة قليلة تحافظ على الشكل التقليدي والكلاسيكي للنقد اللي هو بدأ مع النهضة النقدية مع بداية عصور السينما والسينما المزدهرة وإلى آخره إنما إحنا لازم نعي تماما إنه الطرفين بيخدموا على بعض لصالح الجمهور وأعتقد إنه الكتابات اللي بتقال بتؤثر على المشاهد فيما سيبحث عن من يشاهده إنما طبعا النقد فعلا بيعاني من أزمة نعم شكرا لك الناقد الفني وسيتخطها مع الوقت إن شاء الله نعم نتمنى ذلك شكرا لك الناقد الفني خالد محمود كنت معنا مباشرة من القاهرة نشكرك على هذه المشاركة نعم نشكرا لك نعم نشكرا لك